بعد كده بيقول لي يعني انت الوقت عايز تشوف عشان تخش من منطقة منطقة تتنقل والحوارات كلها لازم تبقى لازم تبقى لازم تبقى متعلمة وحارفين من منطورينج ليها مش اي عدد سبها لولي كده يخش المصنع خاصة في منطقة الاسترائيل او مش اي حد يخش لا لازم عدد معين طب لان لكل ما يعدد يقل اكيد كل ما عدد هيقل الفرصة اللي احتيتها والعكس صحيح لو عدد زادت بقى عندها غير ريسك ان يكون تتاعي بيبقى تمام فعشان كده لازم يعني كل منطقة هي بتايت تصنع او هي وهي بتتبني وهكذا يقول لك دي بس يخشها عشان اصغرش دي تخشها مسلا تعتقى اشخاص وهكذا طيب بيقول لك هنا طبعا من حاجات عشان يكون كل المناطب بتاعة ويكون في اعلى درجة من التعقيم لازم ولابد يكون كل حاجة عند استرائيل لوانا الاسترائيل لازم تمسك بتاعتي والانسترومنت والاجهزة والكونتينة والحاجات دي لازم تبقى استرائيل لازم طبعا ان الاشخاص وهي بتتحرك لازم تمشوا بطريقة معينة بيكون مدربين هما مش بطريقة معينة مش يمشوا اي طريقة والسلام علشان انت عندك اه الهيبا فلتر بنفوق كده عما تنزل هواء بيكون واقف كده فانت بيكون ماشي معين لو انت وسلم تنزل اتداخرك فمعنى كده هتحصل لدسترابشن لالاير فمعنى كده الحتة اللي انت هكون واقف فيها او في بعض الاماكن مش رحصل لها استرائيل لازم بواصلة انا عملت عملية الاسترائيل فعلشان كده انا لازم الشخص وهو داخل لازم بالسراطة انا بقى استرائيل يمشي بالراحة وبطريقة منظمة بطريقة هو متريند عليها اللي هو يمشي فيها من فيش مشيش اي حاجة والسلام عشان معين لك معين لكش اللي موجود عندك في بواصل لك عملية الاسترائيل اقول لك كيف انترز آآ انترير بادي اوت اوف سباس آآ اوف يوني آآ ديركشن ايروي هي ادي الفكرة بقول لك عليها برضو اللي يكون انترير مفروض مش متني عشان يكون في نفس فما يحصل ليش دسترابنس لي الاير فما يبواصليش عملية الاسترائيل بالسراطة انا بقى عليها بالسراطة السلام. لازم اكون بطريقة معينة بمانر معينة بخطوات معينة يعني كل حاجة محسوبة علشان اعمل كنترولينج لان البرودكت بتاعي بواصل عمية الاستراليزيشن بتاعته. بحكية بقول لك منتين اه جونز كنترول برضو اللي هي حتة الجونز ديت اللي انا الجونز اللي بقى لبس اللي ايه اسمع ايه العفريتة ديت او بصات سام بقى لبس لبس الاستراليزيشن اكيد انا مش بخش لبس العادي. لا اه بقى لبس زي سطرة كده علشان يكون ايه علشان يكون استرائيل فيما يعمليش اه بتاعتي الجون بقى تبقى عبار عن ايه اللي هي العفريتة اللي انا بقى لبسها او اللي هي الناس اللي انت بتشوفها تكون عملة زي مساء نفسها زي بدلت رادي الفضاء هي قريبة منها شوية عشان هنا بأسترائيل وهكذا طبعا لازم تبقى استرائيل يعني نونشدينج يعني بالضبط enthusiasm انا دلوقتي اه سبحان الله سبحان الله ربنا خلايا الجلد بتاعتنا خلايا الشعر اه ايه الخلايا اللي موجودة عندك في ابو ديمس بتاعت الاسكن وتقع في دقيقة يعني انت ممكن يوع مثلا وننت قاعد كده من الرما تتحرك من الرما تعمل اي حاجة وننت سابت او وقف مكانك سابت من الرما تعمل اي حاجة من الرما تعمل اي حاجة خالص 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 يقع منك مثلا ميت بارتيكل. ميت بارتيكل دي يعني مثلا كأنك ميت ميت جلد قديم مثلا. او ميت شعراية. يعني وحكذا. بس طبع منك بمعنى صح السيل بتاعتك بتقع. فانا العباية او العفيتة اللي انا لابسها ديت او او السيوت اللي انا لابسها ديت. لازم تكون اللي تقع ما تقعش بره السيوت. يعني ما تسمحش انها تطلع بره القماش بتاعتي فتقع على الارض. فكده تعمل لي كونتا منيشن او تقع على البرودة اكترانية شغال عليه. فتعمل لي كونتا منيشن. يعني مش بس طبعا مش بتسمع برتي كانت تطلع بره بالنم. خلاص? لازم تبقى عشان دول اكتر حاجات بتبقى بتقع معي. طيب جريد دي بعمل ايه? بكون مخاب بالشعر والدقل والبس طبعا كل الحاجات دي يكون متغطية برتيكة في السيوت. حتى الشوز كمان بلبس فوقيه زي كيس كده. عشان ايه? اكون مخابيه. اللي هي الدقل وكمان المستاج اللي هو بالسلط سلام الشنب. كل حاجات دي لازم برضه بقى كفرد. سواء بقى انت آآ يعني معنى كده بقى بقى مواقفول في الحتة بتاعت سي ديت. بتغطي بقى. سواء بقى سينجل او توبيسز يعني حسب لازم السيوت على بعضها منها فيها او بتبقى بقى قطعي اما قطعتين على حسب ما انت عايز آآ برضو كل الحالات زي بتبقى مقفولة معاك. وكمان بقى بغطي الشوز بتاعتك حتى يعني بغطيها انت رجلك مسلا من تحت عاملة كده بس لازم بتغطي كل الحتة دي. تمام? تلبس عليها زي حاجة. عاملة زي كيس كده عشان تقيت تغطيها. طب جريد او بي. طبعا ده بتستعدم بقى يعني هاتجير ديت عاملة زي ما غطي بقى كل حاجة. عارف بتاعت الشخص اللي بيعمل اللحام بيكون حاطة على وشه كده بس سلام زي حاجة جلاس كده وبعض هنا مغبي يعني مغبي كل حاجة تتلي كل حاجة بتغطيها عندك حتى الهير الفاس آآ الفاس ماسك. قافل كل حاجة بعشان ما تكونش زاهرة معاك. وكمان كمان لازم امنع الدروبرة انها تمشي من سيوت يعني يكون ولا شيلدينج لازم تبقى آآ زي ما احنا قلنا هنا بانستخدام تبقى يعني هنا ما تسمحش ان اي حاجة ترخج مني. فتنوحش ان اي مسلا عرقت النقطة بتاعتي تقوم نقطة بتاعت العرق تقوم خارجة من السيوت فتوقع الارض او بتاعت الايه اللي انا واقف فيها. كل الحاجات دي لازم اكون متحكم فيها بالصراطة النبع الياف دي وسط رسالة. طيب بحاجة بقول لك ازاي بدا تتأكد ان الكلين واريا بتاعتك دي هي فعلا كلينة. قال لك عن طريق واتي كونتولة. لانت عايز تتأكد البرتجل بعد ما صنعته والحوار دي كلها اكيد لازم تتابع العملية دي تشوفها يا كلين استرائل مش استرائل. الاخبار فيها انصران. فقال لك بس اصلا اكيد عن طريق كونتول. طيب بتستخدم ايه? بتستخدم طبعا يعني اللي هي المنظفات مختلفة عشان تعمل لك تصبيت انه عندك اي ممكن تستخدم لكنك بتاخد اللي هي ببعبارة عن نجاز عشان ياخدش فيه الاريا اللي مش بيكون ان انت مش عارف توصل لها فيه. خلاص. اه ممكن كمان بتستخدم خلاص بتستخدم خلاص بتستخدم او طبعا لازم نفسها حتى الخطيون بتاعت انت حاطت المنظفات بتاعتك دي طول او اي ان كانت مطورش بيبقى دي طول بيبقى حاجات اقوى من كده. حاطته في الازازة. فالازازة دي ذات نفسها لو انت كنت في اي او بي لازم تبقى مصد بي استرائل قبل اصلا بنستخدمها يعني كل حاجة لازم تبقى استرائل عندك وكل حاجة لازم تبقى طيب لا ترى هل ترى تعيز دلوقتي تتأكد انت بتاعتك كنترول وكل حاجة كويس. عايز تعمل بالميديا بتاعتك. قال لك عندك ستة تست هنتكلم على اربع منهم واتنين بس عليك الاسم بتاعهم. الواحد اللي هو بالصلاة صريح من ايه? اللي انت بتعرف فيه سواء بقى حاجات او يعني انت عايز تتعرف العدد بتاع اللي عندك. المايكو سواء بقى مايكو واجنزني سواء بقى خلايا ميتة سواء اي حاجة. سواء حاجات حية او حاجات ايه غير حية. اللي ممكن تعرفها عن طريق. ده عبارة عن حاجة بتعديه لك عن طريق ايه? الالكترونيك كالي زي جهاز كدر يعود يعدي لك الايه? البرتكال. كلاس مية. طبعا في كلاس مية ديت. اللي هات تبقى شبه خلاص. دي لازم تبقى برضو يكون عندي كويس قوي. وتشكل الجهاز بيوضح لك ازاي? عن طريقة يعمل لك بتاع اللايت اللي هو يقع معاك وهكذا. طيب. آآ ده بالصلاة سلام من نسبة لي الجزء بتاع اللي هو بتبقى عن طريق الالكترونيك بتعمل زي بيم من اللايت بتقوم مشي وتعدالك وتوضح لك كمان والفوليوم والعدد وكل حاجة بالصلاة انا بقى لها يبدو صلاة السلام. تاني حاجة عندي اللي انت تعد بقى مايكروبيل كونتنت آآ كونت. اللي انا لازم اعرف عدد المايكرو ايجانزم الموجود عندي في بتاعتي. رأس اللي بيكون موجودة في. قال لك دي بعملها بطريقتين وطريقتين وطريقتين وكل طريقة مقسومة لطريقتين. يعني الكلام دوت. اول حاجة اللي هي الاكتف هو قريدي كنا اخدنا بلك كده الكلام دوت في المايكروبيولوجي. المهم بيقول لك الاكتف يعني انت بتجيب زي الجهاز كده وحط فيه الاجار بتاعك خلاص. وفيه زي آآ زي فاكيوم زي حاجة كده تشفط لك الهوى من من بره الاوضة بتاعتك. عشان تدخل لك الاوض تعمل لك فرصة للاير انها تخش جوه الاجار. فلو هو فيه كنتامنت الاير بتاعي الاجار دوت هي حيانمو عني ميكرووجيزم. ابدأ طبعا بعد كده اعمل الاجار حيط لن ننمو عني ميكرووجيزم. طب اللي هو ما فوش مش حيانمو معي. هي دي اسمها الاكتف. الاكتف دي يعني ايه? انا استخدمت فاكيوم استخدمت حاجة تشفط للهوى من بره. عملت تقفه وطب ما ناصحها. طيب عندك عن طريقتين اللي هي اللي اسمها اللي هي دي مايكرووجيزم انتوزا اجار ميديم ده لانا استقلال لك عليها. اللي اسمها او اسمها آآ سامبلر. يعني كده باخد سامبلر من الاير عن طريق اللي عملت بقية محوارات دي كلها. طريقة التانية اللي هي اللي انت بتقوم عمل في مايكرووجيزم باي مايكرووجيزم فلتريشن. يعني انت بلعب بالمايكرووجيزم يعني بيجيب فلتر وتمشي عليه مايكرووجيزم والكلام ده كله بالسرطة انا وسلام. دي اسمها يعني دي بتكون لك عندك على الاغار او على الفلتر وهكذا. المهم يلتطاق دي او دي كده كده انت في الاخر دي اكتب لان انت عملت ايه? حكاية الفلتر دوت اللي انت بالسرطة هاما عايزة تشوف بتاعتك بتاعت الهبة والحاجات دي كويسة ولأ او عايزة تشوف تكون جايب الهوى وتكون برضو بدل ما تنشي على اغار لأتنعدي على فلتر وهكذا. انت ممت من لك وما عايزة. ده شكل الجهاز اللي اسمها لك عليها اسمها. انت شايف كده بالسرطة سام انا عملت من هنا دخلت الهوى قصبا عنه على الاغار ميديا بتاعي. بده يحصل وها كزا. وده شكل بسرطة سام بتاع ساميلر ده اللي هو برضو اول واحد معي. طيب تاني واحد معي اللي هو اللي قال لك اللي هي الايه الباسف. الباسف دي بعمل ايه? بقوم جايبها الاغار بتاعي وقوم حطها في بتاعها مسلا الاوضة او حطه في معين في الاوضة يعني حاجة كده بحطه في الايه في الاوضة بتاعتي. طب وبعد ما احط بصات النمى اللي بتسمى اعملش اي حاجة اجي بعد يوم ولا يومين. او جايب اقدر او اعمل الانكوبيشن. لو طلع والله اه الحصل اللي فيه مايكو جالي اسم ان هو نمى اسمه ايه? يعني كابر يعني اللي يحصل له كرس وها كزا. بمعنى كده انا كنتاملنت الاوضة بتاعتي. طب لو بصاتها ما فيش يبقى انا كده مش كنتاملنت. يبقى تعرف لك النمى امتا. ولكن يعني بصاتها ما مش بتزيد عن اربع ساعات. يعني بسيطة. طب ما نصح. او بقى عن طريق اللي مايكوبيل سيرفل سامبلينج اللي انا جيب ايه بقى بصاتها اسمها يعني لو رجع بجيب الابار بتاعي وافضل اصب 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 في الطبق اصب 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 لحد ما يقرأ يعني لحد ما يكون بتاع بتاعت ملع الاخر وخلاص اقرب يوقع بس مش هخال ليه وقع. بحيس اللي هو كنت اعمل لي بروز في الطبق بتاعي. وهم اخد الطبقة ده الباعة لظهره وهم اعملها سامبلينج للسيرفز بتاعتي بقى. اللي هي كنتي بقى مسح فيها. بعمل سواب وما نصح. طيب بصاتها يعني جسم مكعر مش عارف مكعر ولا مكعر مش مهم يعني بصاتها ده بقم جاي مسحة فيه بعد كده السيرفز. فبقم جاي لو حصل لي يبدأ يظهر لي اه لو انا في ميكورجانزم او في لو ما فيه شي ببستمش هزهر لي اي حاجة. سواب بمسح طبعا فيها الحاجات اللي هي الحاجات بتبقى او عادي. سواب او هي نفس الفكرة بزبط باخد سيرفز بعمل سامبلينج ايه سيرفز. زي ما انت شايف كده بدا بيبوضح لك حكاية بالسرطة للسلام للاجار. وهم اخدار وهم امسح فيه السيرفز بتاعتي والكلام ده. تمام? ده اسمه او اسمه انك بتعمله اه بالسرطة سلام ايه تشوف والكلام ده كل. ده له هي حاجات بعملها بالسواب اللي احنا اشتغلنا فيها قبل كده في المايكورورجانزم اللي هو في في المايكوراكو في المايكوروالوجي. انت بلسرطة سلام وتetaan بالسواب زي كده وتبقى تمام سح فيها السيفز وتبقى عملها انكروبيشن تشوفها معي. تالت تست عندي اه خلاصنا لازم. طبعا اتحكم اتحكم فيه بالصلاة سلام. في فرق الضغط عندي. عن طريق جهاز اسمه عشان اشوف الفرق الضغط ما بين القطين. ان احنا اتفاقنا لكل ان القوضة تبقى كلين. لازم ولابد تبقى اكتر من القوضة اللي حواليها. طب ليه? عشان اتفاقنا لما نفتح الباب او نفتح الدور بتاعنا اللي هو يمشي من القوضة كلين لبقرة او للقوضة التانية. بحيس بالصلاة سلام ما يحصل ليش تكون للقوضة كلين بتاعتي دي. طيب للا. وقلنا شوية لو انا مسلا عندي حاجة زي حاجات دوة ادوية بتعمل لك حساسية وتكون مدرقة للبيئة. ساعتها لأ. لازم البيئة اللي من برة تبقى هي اكتر من الكلين بتاعتي. علشان بالصلاة سلام الحاجات دي ما تطلعش برة القوضة وتعديلي يعني تتعبلي العمال بتوعنا. خلاص. بعمل بقى اللي هي دي بقيتها عن طي المونوميتر عشان نشوف الديفرنت وبينهم بتاعهم والحرار دي كلها بالصلاة النبي على ايه. دي بساطة سلام. عند الجهازين اسمه او المجني هالك ايه اه جارج. راس ده شكل ايه الاجهاز. طب بعمله ازاي بقوم برضو عملة عن بحط الجهاز دوت بتاع دي فونت آآ بريجر دوت في الارلوك. والتفان هو ايه دوت بالصلاة سلام. دوت اللي هو اللي بتبقى عبارة عن بابين موجودين كده. باب فيه الارضة بتاعت اللي انت عايز تهوشها. واعكاة تقف حبة حبة في النص عشان انت عندك الهبة فلتر او الهبة آآ اير دية تيجي تعمل لها في المنطرة دي. زين بعد كده اصابش في الحتة بتاعت الاسترال. فانا دوت بحطه آآ بحطه في الحتة بتاعت ديت عشان اتأكد من الفرق ايه فرق الضغط عشان انا عايزة هكون فيه فرق الضغط مبين القطين. فزلك هحطه في الحتة اللي بيكون فيها فرق الضغط بالسلطة النبي عليها بالسلطة والسلام. طيب. بعد كده آآ فلوستي. يعني اشوف دلوقتي التسل الرابع. العامل ازاي? يعني الهوة بتاعه عامل ازاي? طيار الهوة بمعنى صح. واشوف الفلوستي بتاعت واشوف هو ولا ماشي اي كلام. قال لك والله بقوم جايبة في الاوضة. وعمل فيه جهاز كده اعمل لك سموكينج. يعني ازاي تلع لك زي بخار كده. خلاص يتلع لك بخار في الاوضة. وعلى حسب والله بتاعي البخار هي ايه? هيكون موجود معي. فشوف بقى هو يوني ولا ولا ايه الاخبار معي. طيب. بعد كده بالصالة آآ كده احنا اخلصنا التستنج. بقى بقول لك اللوكيشن اوف السامبل بيكون موجودة فين? اول اتفعنا خلاص. آآ الحاجات دي بحتاج اعمل فيها اللي امسها شوف المالكورنيزم بارتيكال. اشوف الـ ايرفلور و الحرار ذي كلها من اللي بتبقى. سواء بقي في الفلنج روم. في الجاونج روم اللي هي عضوة الدر جنجي جنج روم. والكلام ده كله. اللي هي اه اه ستن ان الفلنج روم برضو. بنفس القنصب بالضبط. اللي هي بتاعتي بتمشي فيها. otros مكان الدخول والحرارة وطبعا كل ما يكون الاريا بتاعها الليل يعني بتاعها في الليل يعني كل لما يكون بتاع الكلين بتاعها الليل مش هحتاجة اعمل بقى كل التستاذل لسه متكلمين عليها. اما كل ما تكون الارضة بتبقى تبقى عالي زي ايه وبي والكلام ده كله. طبعا محتاجة اعمل لها بالسلطة نبع لها بالسلطة. فقال لك مسلا هيبدأ يقول لك دلوقتي انت دلوقتي بالسلطة اللي عندك بنتحتاج تعمل لها كل قد ايه وهتعمل يعني انت اللي هي غرفة النظافة اللي احنا نسألين عليها مش النظافة اللي هي بفهم معناها تنظيف. المهم اللي هي دي اللي بتبقى دخلة قبل لعملية الاسترائل مش هانت فانا عندنا هنا عندك اللي هي استرائل او بيكون موجودة في القوق بتاع بتاعي اه. فقال لك دي بقى بيكون فيها الهيبة وفيها كزا وفيها الاوتوكليف وفيها اه الهوت اير استراليزيشن وهكذا. فانا الحاجات دي هي اتأكد. اعمل لها كل قدية. اعمل لها سيوانة معناها صح كل قدية. قال لك بالسلطة السلام الهيبة في الهيبة مالها كل ستة شهور خلاص? وده عن طريق الانتجراتي تاست كده بيعملوه عشان يتأكدوا اللي هو الهيبة دات مش مخرومة مش فيه بالسلطة انا سلام. مش فيه اي اشتشققات او مقطوعة وهكذا. ده كل ستة شهور. طب اه اللي هيسة عمل لنا اللي هيبقى من ضن والحوارات دي كلها. دي كل ايه? كل سنة. تمام? دي بعملها كل سنة عشان شوف الحاجات والحوارات دي كلها. كل ستة شهور خلاص عشان شوف بقى هو اه دوات زي ايه? زي زي فورن كده. فهل في كل حزة الهيت متوزع بالتساوي ولا مش متوزع بالتساوي وهكذا واشوف برضو الهيت بنترشن كويسة معي او لا لا. الهوت اير استراليزيشن برضو دي دي برضو كل ستة شهور عشان شوف الحرام والزعب التساوي ولا لا. الهوتر فور انجكتابول اول بارت اف اه اول بوينت اوف يوز برضو نفس الهي بتاعت المية اللي هي بتحملها انجكتابول دي بشوفها كل اسبوع. عشان شوف هي بمشي فيها مايكورجانيزم ولا لا هي كونتمنت ولا لا هي فيها اندودرجنس ولا لا. وهكذا لازم الهوتر فور انجكتابول طبعا ديتو باسترالي. الفيزيكال بارينتال بقى سواء بقى بلصاصها زي زي الحرار دي كلها بشوفها زي بقى اللي نسالك عليها والهيومانيتي مسلا والكلام ده كله. تمام? تمام. يبقى بيوضح لك بتاعتي عشان اتأكد الحاجات دي بقى بلصاصها اتفانها دي ايه? صح? وانا دي بتاعت الفيزيكال. و بتاعت الووتر فور انجكتور. طب ايه الحاجات اللي بعملها كل يوم تاني غير البرجر وكلام ده كله? هي تسمى دي يعني عايز اتأكد من الحاجة دي كل يوم انا داخل بفتح باسم الله المصنع عشان اصنع مواية وهكزا. بتأكد منها كل يوم. اول حاجة عندي والجينت بتاعته كل حاجة في اللي احنا كلمنا علي المحاضرة اللي فاتت. اتأكد منها انها وهكزا. برضو حكزت وكلام ده كله. لازل اللي اصلا لك سامي. المكان يبيخش فيه وبيخش بينه الماتيريال وهي البرسون بتاعتي اتأكد منه. الديزاين الفاسيلتيز هوم. اللي هي المبنى بتاعي والمينتينينج طبعا البرسون لازم اتأكد منه كل يوم عشان بيكون فيه اختلاف بالسلطة. انا بعليها بالسلطة والسلطة. طيب بالنسبة لي يعني دلوقتي عامل لك او اسمها يعني ايه الكلام دوت يعني دلوقتي عايز اتأكد لانا لما اعمل لبوردكت بتاعي دوت هيكون اسابتك وهيكون استوغايل ولا مش هيكون استوغايل فكي اني بعمل لك سيميوليشن لعملية عشان اتأكد هي استوغايل ولا لا طبعا هنعرفها ازاي قال لك ايه دي بعملها ليه ليه للاسابتك فلنج يعني ايه دلوقتي انا هعمل لازم يعني هعب العبوات بتاعتي لازم تبقى استوغايل كلها لازم تبقى استوغايل كلها بساطة انا بعمل لك سيميوليشنج ازاي عن طريل اجيب مايكو اه مايكوبيا ميديا زي بروس كده بس تبقى استوغايل طبعا لازم تبقى استوغايل دي انا كأني بالضبط بمثل عملية التعبئة بتاعت البرودرت بتاعتي بي ايه بالميديا بتاعتي يعني ايه الكلام دوت يعني دلوقتي بساطة انا هعمل عماية التمثيل لها اصور فيلم هندي الفيلم الهندي بتاعي دلوقتي كل يوم احنا بنملى الفايل بتاعتنا او السيرنج او الحاجات دي كلها او البوتل وهكذا ادوية هي لازم تبقى استوغايل فانا بدل ما اجي عبى ادوية هعبى بتساعد انها هتنمو المايكرو اوغانيزم بايلوجيك لانا عبيت المايكرو اوغانيزم بتاعتي ديت اللي هي لازم تبقى استوغايل علشان اتأكد ان هي لو لا قدر الله حصل فيها نمو لمايكرو اوغانيزم وهكذا فدي تكون نتيجة اللي انا عملية بتاعتي او عملية التعبئة بتاعتي ميش استوغايل يوم معنى كده انا عندي مشكلة في الفايلنج فبالصرط ان انا بقى ليفضل سطر سلام بشوف لو حصل لفيه كرس يمعنى كده انا الفايلنج بتاعتي مش استوغايل يبقى البرودر تبتعتي بتطلع عنان استوغايل او مش بيكون اصبتك معنا صح طب لو ما حصلش يمعنى كده الفايلنج بتاعي ماشي كويس وطبعا لازم الكرس ميديا دي تبقى استوغايل يبقى ده بيتوضح لك نتيجة الكرس آآ مايكرو بيال آآ كرس بسطر طبعا لازم تبقى استوغايل ويبتبقى عماية اللي بعمل ديت او اللي هي الحاجة الشربة اللي بتساعد لك ان اللي يحصل نموه لمايكرو جانزم بالفلتريشنز خلاص آآ زي اللي هي زي ايه زي آآ سويا آآ خلاص دي اسم الميديا اللي انا باستخدمها معايا واشوف تحت معين كأنها بتعمل لك يعني كايني بالضبط بممثل عماية بس بدل ما بعبي ده وابعبي اللي هي اللي احنا ساعدينها ايه عليها. لازم تبقى قائل من تلات تلات يونتز لو بلاقيت اكتر من كده يبقى بالصار سلام هيبقى عنك ده عندي وعندي ودي مش آآ بقوم اعمل لها بعد كده امور اخداء وقوم اعمل لها كياني بالضبط بساعد الظروف للميكرو جانزم ويبقوم اعمل لها عشان تشوف لو هي طلعت معي وبعمل لها آآ مدة اربعتاشر يوم عشان اشوف لو حصل لي او ابيانس للميكرو جانزم. عايز نفس الكونسبت ايه? عايز اتأكد من الناس اللي حواليها دول بيحبوني ولا لا. فانا مسلا امسل حاليهم ان انا مسلا تعبانة وشوف مين اللي هيسأل علي ومين مش هيسأل عليها. هي نفس الكونسبت بالضبط بالصار انا بعليك ده السلام. طيب افل افل دوت اكيو يبقى معنى كده ده كمتامينت دخل معي بيقول لك لازم عشان امشي ويكون باصل التسل دوت واقول لك لا الممطقة بتاعت دي اكسبت كويه. ده خلاص ما ينفعش يكون زيادة عن واحد في المية من الابوات كلنا عملتها ديت تكون للنسبة زيادة عنها في لازم تبقى اقل من واحد في المية خلاص يعني تخير كده مسلا انا عندي ميتة ابوة خلاص يبقى واحد في المية يعني مسلا اه بصد صرام حتى ما كملتش ابوة واحد منها هي اللي يحصل فيها عندي غير كده بقى لأ ما يحصلش فيها اي حاجة من الحادث دي كلها. طيب بعد كده بيقول لك عندك اه اه لو انا بقى عايز بقى اعمل حاجة لها بطريقة اه اه يعني قوي يعني طريقة متطورة جدا 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 بسميها يعني الكلام دوت يعني انفخ اه بلو انفخ خلاص انفخ املى الحد انفخ املى الحد يعني ايه الكلام دوت يعني انا كأن بالضبط بتاعي ملوش ايه علاقة بالموضوع دوت هي ماشيه وبتبقى استغايل جدا 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 ازاي بقى جيبتوا بحاجات يعني ايه يعني حاجات منها اه يعني بصد صد منها فيها ملوش دعوة خالص بتتدخل البيرسون اللي عادي كاني بالضبط بصد صلاة سلام بقوم جاية بصنع العلبة اللي هيحط فيها الدرج وعب في نفس الوقت والحم في نفس الوقت فكاني بالضبط ممشيش بقى ممعطش هنط من ارضى الارضى ومن جهاز لجهاز بحصل والبيرسون ده يحط ايده انسوهم. يبقى بقول لك اسمها اه بي اف اس اللي هي بول فيل سيل تكنيك از اوتومات اوتوماتد بروسس باي ويتش دا كونتينر فورمد وبتحصلها فيلنج وسيلد في نفس البروسس في نفس الابراشن في نفس الجهاز. طبعا بالصلاة سلام بعملها ازاي ديت بجيب هيد بلاستيك بوليمير يعني عندي جهاز كده اهو ده واخدها ايه ده كده واخدها شكل الالب بتاعي وبقوم جاية بالصلاة سلام حطة زي تيوب كده كبيرة دي اسمها خلاص ديت عشان تعمل لك التجويف بتاع العبوة بتاعتي بتاعة الامبول او الفايل وهكزا. وزين بعد كده باما عاملة ابلايد للهيد بتاعتي عشان يطلع الاكسي تيوريد او الاكسي رودر خلاص الاكسي رودر دوت اللي هو عبارة عن بوليميرز او الحاجات اللي بصمع منها الكونتينر بتاعتي بالصلاة سلام. طبع عبارة عن بلاستيك بوليميرز بتسيح وقوم طلع معي وقوم ما حبيها فيه. يبقى بعد ما عملت الكونتينر بتاعتي وعملت التجويف بتاعي وفيه نايف بتاعتي عشان تيجي تقطع لك ايزي دات معاك. بعد ما قطع 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 فيه برجر بيكون محطوط هنا بقوم عاملة برجر علشان اخلي كأن الضبط بنفخ الازاز يكون ايه? يخليه يعني يسدلي التجويف بتاع كده يعني بص يا سيدي صلى على النبع اللي بترسها. عند الوقت لما انا نزلت البلاستيك بتاعي والكونتينر وده التجويف بتاعيها الحتة دي هتبقى فاضية. ماشي مش هيكون فيها بلاستيك. طيب بقى عاملت كده. فانعايزة خليه توزع على الول بتاعتي كلها. فقوم جاي عاملة ايه? برجر. وقوم عاملة برجر عشان ايه? وتوزع معي بالسلطة النبع اللي هي بتوزعها ساعة. بعد ما عملت برجر والحوارات دي كلها وخدت الشكل المولد بتاع الول بتاعتي اقوم عاملة فلنج بقى بالليكود بتاعي الميا ايا كان السترائل بتاعي. وبقى كده اقوم شايلة بقى الماندر ديت الماندر دي هي عبارة عن ايه? عبارة عن حاجة بتعمل لك بش زي نيدل كده بتعمل لك بش للايه? بس. الماندر لعملية بتاعتها بالصلاة السلام بتبقى مش محتاج بقى اوه دخسل مش محتاج اعمل اي حاجة يعني كلها منها فيها دي كل حاجة فيها مش محتاج بقى بالصلاة السلام علي الناس تمسك وقال لك لأ البتاع برودك تستغيل لا مش استغيل دي كلها على واحد ماشين في خطوة واحدة في واحد كل الحواقات دي يكبر لها بالصلاة السلام تديك طبعا اضيفه بتعمل لك اه يعني ما فيش تدخل في الانسان خالص دي بتبقى اه يعني التدخل لانسان كل ما بيكون فيه تدخل لانسان كتير يبقى معنى كنا بس سمح صلي اه الله صلى الله عليه وسلم اما لا هنا دي ما بيكونش فيها تدخل للانسان دي بتبقى بالصلاة السلام بشوت بي اشيفت طبعا لازم الممطقة لانا هكون عاملها فيها لازم تبقى يعني تبقى يبقى عملها في كلاس ايه اللي هي كأنها بالضبط طب اللي بيقى اللي حواليها يعني دلوقتي جوة الجهاز او في الجهاز اللي موجود في الاريا ديت لازم تبقى طب لو انا في القوضة اللي بعديها اللي هي من براها ديت لازم تبقى بالصلاة السلام اه ميت هندرد او ميت ساوزن اه عشان تبقى ايه بالصلاة السلام برضو قالي اللي عملية وكزا طبعا اللي يكون عنده ولابس كويس وكده هو اللي بيقدر يخش في الاريا اللي عندي دايات عشان يتابع المشي تمام? وكده اللهم لك الحمد حمدا كسير مباركا لا يزمق بعدها ابدا محاضرة النهاردة خلصة الحمد لله. اه يعني جزء اللي بارت الاولين فيها خرص عشان نطورش عليكم. نخلي جزء الباكتجينج ده في جزء الواحدة وبإذن الله بسنت نش من صالح دعواتكم وفي مش حالة يا تبقى المطعة في الكوماندر محتاج اي حاجة ابعتلي في اي لحظة ربنا معنا جميعا يا رب يستخدمنا لا يستبدلنا. تنسوش تدعونا. تنسوش تدعو اخوانا وستطع في فيلماء حلقة على مغبير الانساء الاسلام ومستني في جما باقي قلقات. تنسوش تصلي عنا بعلي افتصالة والسلام والسلام عليكم اشتركوا في القناة